بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أيها المشاهدون الكرام رحلة مع محبة في جمال النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم محبة في جمال وجمال في محبة يقول الله تبارك وتعالى كل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره فمحبة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم أمر مأمور به من قبل الله تبارك وتعالى وقد كانت صحابة رضوان الله عليهم يحبون النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم حبا جمع حتى إن أبا بكر الصديق جاء إلى النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم بأبيه من أجل أن يسلم وبعد أن أسلم قال يا رسول الله لإسلام أبي طالب أحب إلي من إسلام أبي قال النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم ولما يا أبا بكر قال لأن إسلامه أحب إليك يا رسول الله وكذلك سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال للعباس عم النبي صلى الله عليه وسلم أسلم يا عباس فإسلامك أحب إلي من إسلام الخطاب لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب ذلك وفي غزوة أحد امرأة استشهد أبوها وأخوها وزوجها وكلما استقبلت فوجا من المسلمين قالوا لها استرجعي أي قولي إنا لله وإنا إليه راجعون قالت ولما فيقولون لها استشهد أبوك فتقول إن لله وإنا إليه راجعون ما فعل رسول الله ثم يأتي بعد ذلك فوج آخر ويقولون لها استرجعي فتقول إن لله وإنا إليه راجعون لقد استشهد زوجك فتقول ما فعل رسول الله أي كيف حال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل هو بخير قالوا نعم إنه بخير فقالت لا حتى أراه بعيني فلما رأت رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله كل مصيبة بعدك جلل أي كل مصيبة بعدك محتملة بسيطة طالما أنت في حياتنا وفي مرة مر سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه برعيته من أجل أن ينظر في أحوالهم فمر على خيمة فيها امرأة عجوز وهي تنقش الصوف وبينما هي تنقش إذ تقول على محمد صلاة الأبرار صلى عليه الطيبون الأخيار قد كنت قواما بكا بالأسحار يا ليت شعري والمنايا أطوار هل تجمعني وحبيب الدار فلما سمعها سيدنا عمر بكى فطرق الباب فقالت من قال أنا عمر قالت وما يريد منا عمر الآن قال افتحي ففتحت الباب فقال لها أعيدي ما قلت فقالت يا أمير المؤمنين ما قلت إلا خيرا فقال أعلم أعيدي ما قلت فقالت المرأة العجوز إنما كنت أقول على محمد صلاة الأبرار صلى عليه الطيبون الأخيار قد كنت قواما بكا بالأسحار يا ليت شعري والمنايا أطوار هل تجمعني وحبيب الدار فقال لها سيدنا عمر أدخليني معكما أدخليني معكما قولي وعمر اغفر له يا غفار لما رأى من محبتها للنبي صلى الله عليه وسلم عرف أنها سوف تكون مقبولة في الدعاء مقبولة إذا دعت بالغفران لسيدنا عمر سيدنا بلال عندما حضرته الوفاة إذ بزوجته تجلس بجواره وتعلم أنه بعد دقائق سوف يفارق الحياة وتقول وَا حُزْنَاه وَا حُزْنَاه أَمَّا سَيْرُنَا بِلَال فيقول وَا طَرَبَاه غَدًا أَلْقَى الْأَحِبَّةِ مُحَمَّدًا وَصَحْبًا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين